وفي ذات المنح أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلة التزام الدولة بمحاربة الفساد وإلى أن الإصلاح سيشمل الجوانب كافة أهمها إصلاح الخدمة المدنية والإصلاح المؤسسي والمالي والإداري ووضح رئيس جماعة أنصار السنة إسماعيل عثمان خلال لقائه رئيس الوزراء في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجالات الإنتاج الأسري والاقتصاد المنزلي وضف اللقاء تناول أيضا دعم الدولة للمنتجين الأسيما في القطاع الخاص لما له من أثر في تحقيق التنمية الاقتصادية بجانب العمل على مكافحة الفساد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر